بما أن المشاهير وقصص إسلامهم حصة كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي للممثل الصيني المشهور والمحبوب أيضاً جاكي شان نصيب في ذلك تداولت صفحات خبر اعتناق جاكي شان للإسلام مع مئات الإعجابات والمشاركات كما جرت العادة مع تعليقات مثل نسأل الله أن يثبته على الإيمان ويرزقه أعلى الجنان وغيرها من التمنيات الطريف أن الخبر انتشر في سبتمبر عام 2015 بنفس الصورة وهو يرتدي قبعة سوداء ونظارة وحصد آنذاك أكثر من 23 ألف مشاركة الصورة التي تم تداولها على أنها لإسلام جاكي شان تعود إلى فبراير 2015 حيث كان يتم تكريم النجم العالمي من قبل ملك ماليزيا من بين 71 شخصاً تم اختيارهم لتكريمهم وقتها في ماليزيا ولأصحاب هذا الهوى نقول لا تلاحق المشاهير بقصص إعلان الإسلام غير الدقيقة فاعتناق الدين لا يفرق بين مشهور ومغمور